طيب هنكمل محاضرات الامج انهانسمنت دلوقتي احنا نتكلم عن الامج انهانسمنت بس في الفريقونش دومين تمام احنا طبعا نتفقين ان لو عايز اعمل اي بروسسنج على الامج لازم بالامج تبقى موجودة في الاسباشال دومين او في الفريقونش دومين الاسباشال دومين هو الامج او شكل الامج اللي انا قدر مثلا انا بص على امج زي كده وقدر انتربت ان فيه شخص مثلا بالصورة دي لكن فريقونش دومين دي دي صورة يعني كانها بروسسنج من الصورة الاصلية ولكن بتحمل معلومات تانية غير المعلومات اللي انا شايفها اللي قدر اشوفها وعملها انتربتاشن من الصورة زي مثلا لما كنا بيكون عنديني الامج الاصلية مثلا كان بيكون فيها مثلا الكاميرا من كنت بجيب لها الهيستو جرام بيكون لصورة عاملة زي كده مثلا ان انا فيه عنده اوبجيكت هنا في الليبنز اللي هي من زيرو الالجري لبلز اللي هي مثلا من زيرو للعشرة وباقي البيكسل فاليوز موجودين في في الريجون دي اللي هي ريجون متوسطة اللي هي مثلا من مية ليه متين تمام؟ بفهم من الهيستو جرام ده ايه؟ نادر بقتي عندي اوبجيكت عندي تو اوبجيكت الوبجيكت ده ويه الوبجيكت ده وكان بيساعدني الهيستو جرام ان انا قدر اعمل سيجمينتيشن او ان انا اعمل كومبريشن للصورة اه استغرقواaha او نتيجة ان انا بدأت اوبص للصورة بمنظور المنظور ايه؟ المعينة اللي الموجودة في الصورة ده اسمه الهيستو جرام. يبقى هو ان انا ببدأ ابص للصورة الهيستو جرام ده مسال بس بيوضح الهيستو جرام operation الfrequency domain زي وزي الانستجرام كده بظبط انت بيكون عندك صورة بتبدأ تعمل عليها فونجشن معينة اسمها مثلا دي اف تي بيطلع لك في الاخر الامج بتتحول لشكل تاني خالص مش شكل اللي انت متعود عليه هنا لو انت عندك بيرسون هنا مسلا ما اقول لحاجة بيبدأ يجيلك هنا مسلا حاجات عاملة زي كده او طبعا ممكن يجيلك دوتس مسلا او حاجة ده كده اسمه الfrequency domain ده ده دي صورة بيبقى فيها تفاصيل ما اقدرش تشوفه في الصور دي او في الشكل اللي هو الوامج ده التفاصيل دي مسلا بتقول لي فين الاجز بتقول لي مسلا ان فيه لين موجود في الديركشن ده لين موجود في الديركشن ده او ان فيه لين كتير موجودة هنا طبعا الطول ده بيبدأ يزيد ايا مسلا عندي لين كده 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 مهم طبعا ده هورزنت اللي هيبقى انا عندي هنا ايه vertical lines كتير لو حصل مسلا وكان عندي line كده vertical في الصورة الاصلية هيكون عندي ان انا فيه lines هنا كتير هنشوف امثلة لكده بس يا الفكرة ان انت بتبدأ تحول الامج دي الشكل التاني خالص اسمه frequent domain او free transform بحيث ان انا اقدر ابص للشكل ده كده وابدأ اقول ده كده فيه object موجود هنا او object موجود اليمادي او فيه lines كتيرة مثلا في الاتجاه ده او كده فيه حاجة معلومات كتيرة خاصة بالfree transform يعني مثلا لو لقيت نقط نقط كتيرة دي معناها ان دي دي نقط يعني لو لقيت في ال frequent domain كده ده معنا ان فيه نقط هنا موجودة في الصورة الاصلية طبعا النقط دي انا لو عملت مثلا كده حاجة عاملة زي جيت هنا ضربت الصورة دي كلها اللي هي ال frequent domain ضربتها بحيث ان انا اخد ال regional اللي في النص فتلاقي ان رجل في النص دي تطلع لك وكل النقط دي مش موجودة فالنويز دي لو موجودة لو كان فيه هنا نوع نويز كده النويز دي تبي مابد في ال DFT على هيئة نويز برضه تماما فانت ممكن تيجي على ال region دي كلها وتقول انا عايز ال region دي بس واي region تاني انا مش عايزها تبدأ تجيلك version تاني من الصورة بس مشابه فيها النقط دي وبالتالي مشابه فيها النقط دي تبقى فيها النويز دي وهيجيلك ال object ماله clear ما انت ممكن تدرب الصورة اللي هي ال DFT في فيلتر بحيث الفلتر دي بقى اسمه مثلا low pass filter low pass filter يعني هاتل الحاجات اللي في النص دي بس هاتل الحاجات الاساسيال اللي في الصورة ومش مهم اي حاجة تاني تماما فهي دي فكرة frequency او free transform ان انا ببدأ احول الصورة من الشكل ال special ليه شكل تاني خالص عندي matrix تاني خالص هي نفس الماتريكس الاصلية بس الاركام اللي فيها بتتغير نتيجة ان انا طبقت عليها فانكشن معينة ال free transform دي او الماتريكس دي بقدر ان انا استخدمها في ان انا اعمل enhancement بان انا ممكن اطبق على ال الامج دي كزا فلتر سواء كان smoothing او sharpening زي ما هنشوف كماما اه هيساعد يعني بشكل معين ان انا اشيل ال noise او ان انا اعمل حتى sharpening دي ايه ليه ال elements الموجودة في الصورة اه الفرير transform بيحصل ازاي طبعا مبدئيا كان هو اسمه free transform نتيجة فيه عالم french mathematician اسمه فرير كان سنة 1830 اه هو اللي كان عنده نظرية كده معينة بتقول ان انت اي سيجنال في الدنيا قدر عملاء representation على ان هي السمشة من difference sign ان انت لو جمعت السيجنال دي مع السيجنال دي مع السيجنال دي مع السيجنال دي فهيديني السيجنال دي فاي سيجنال في الدنيا اقدر ان انا اعملاء representation على هيئة سيجنال دي طبعا السيجنال دي الاولنية مع التانية مع التالتة مع الرابعة وهكذا نروح مديني الجزء ده من السيجنال دي دي نظرية او دي وجهة نظر الفرير العالم اسمه فرير بان انا اي سيجنال عندي اقدر عملاء representation او اي function يعني اقدر عملاء representation على هيئة سين وكوزين السيجنال دي بريوديكا اللي بتتكرر او ما بتكرراش برضو قدر اطبع على الفرير تمام؟ طبعا هنشوف بس ايه يعني ايه بتكرر وبتكرراش طيب نبدأين بس ايه هي السيجنال انا لو عندي سيجنال بالمنظر ده السيجنال دي وننفرض ان هي سين كوزين اللي نلاحظ ان السيجنال دي بريوديكا اللي بتتكرر بشكل منتظم انت عندك الpoint دي لو عملت كده دي عملت سين ويف او عمالت سيجنال يعني بغصة لاقي السيجنال دي هي بتتكرر تاني ولو جدت هنا بس النطط دي المشيت بالانتجاه العكس لقى يتكرار تاني بدلا ما اود اكتب السيجنال دي كلها وابدأ اقول ااااا تأخد مكان كتير في الميموري فانا ممكن اعملها بريوديكا بحاجة زي كده وده اسمه free transform ان انا ابدأ اقول ايه signal دي مالها dfx في ال special domain اقول ان هي f capital of u هغير بس الطريقة اللي كتابة او التعبير عنها اقول ان هي عبارة عن frequency اسمه k وfrequency اسمه minus k بحيث ان هي بتكرر نفسها بالاتجاه الموجب بfrequency اسمه k وهنا اسمه minus k طبعا frequency ده اللي هو ال time اللي بياخده وطبعا مقلوب مقلوب time اللي بياخده عشان النقطة دي تبدأت تظهر تاني عند النقطة هي بدأت تعمل كده النقطة دي ظهرت تاني مثلا بعد سنتين بالfrequency بتاعي واحد على الاثنين ظهرت بعد عشرة ثاني بقى واحد على عشرة يبقى ال f ده بواحد على عشرة يبقى ال k دي بواحد على عشرة ان frequency هو مقلوب time طيب فلو فرضنا ان دي بس تكت فكرة ال pre-transform ان انت ال signal اقدر اعمل الحاجات اللي بتتكرر فيها وطالما ودي طبعا signal periodic يعني signal بتتكرر وكان الهدف منه طبعا ان انا ما عودش ان انا اكتب signal اللي من النهاية ممكن ان انا ايه اكتبه بالشكل المختصر ده طبعا هيسيب وقت وهيسيب مكان كتير في الميموري طيب لو انا عندي signal زي كده اي signal اللي لها صفات معينة وهي مثلا اللي هو maximum value big value ديال ايه والفاز اللي هي السيجنال بتاعتي متشفتة قد ايه بنسبة للزير يعني السيجنال دي المفروض لو النقطة دي جات هنا والسيجنال بدأت تبدأ من كده فده طبيعي النقطة اللي هي دي ما مدأتش من هنا جات متأخرة ورا شوية يبقى حصل لها فيز فيز شفت فارجعت بايه الفايد اسمها فيز طيب التي اللي هي امسك اي نقطتين شبه بعض في سيجنال نقطة دي ونقطة دي ونشوف التايم بيريد اللي بينهم كام فالي اسمها بيريد او بنسمها تي التايم اللي خدته نقطة انها تظهر مرتين ورا بعد مباشرة في السيجنال الفريكونسي هو مقلوب التي ممام طيب دي بس معلومات عن السيجنال وان ازاي السيجنال اقدر احولها لفريكونسي دومين فكرة دي كده دي الفريكونسي دومين ان انا ابدأ ما بصش للسيجنال كده ابدأ بصريع ان هي ان ترمز الفريكونسي اسمها الفريكونسي دومين لو انا بقى اجي الصورة دي السيجنال دي عايزة اقول ان هي عمارة عن سميش عن كذا سيجنال ده اسمه فريكونسي او فريكونسي تمام فريكونسي فريكونسي ان انا ابدأ اعبر عن السيجنال مهما كانت انها مجموعة سين ويف وكزين جنب بعض تمام طيب اللي بيعملو الفريكونسي ان هو نفس البرسم بيعملو او المنشور السلاسي بيعملو ان انت المنشور بيبدأ دخله لون ابيض بيبدأ هو من الاتجاه التاني طلع كل مكونات اللون الابيض فريكونسي بيعملو 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 ان انت بيبقى عندك سيجنال دخله في المنظر ده السيجنال دي بيبدأ هو تدخل على بيبدأ يحللها لكل لكل سين وكوزين سيجنال اللي هي بتكونها تمام طبعا فطبعا عندنا نعمل اقول في حاجة اسمها فريير سيرز وحاجة اسمها فريير ترانسفورم الفريير سيرز هي ان انا ابدأ لما الامبو سيجنال عند بتحتي اللي تكون داخلة للفريير بتبقى بريوديك ربيل بتتكرر بشكل منتظم لكن لو ما كانتش بتتكرر بشكل منتظم اقدر اقول ان هي فريير ترانسفورم طبعا الاتنين نفس الكنسيب بس الاختلاف في الحاجة بس كده في جزء من ده بيكون سميشن لاننا بيبقى عارف لكن ده بيكون عبارة عن سيرز يعني حاجة يعني الى مالة نهاية فانا مقدرش اجمع ما عنديش من الحاجة الفريكونس دي من زي ما انا قلته هو عبارة عن يعني الواسط يعني اللي هو عبارة عن من السيجنال الاصلي بحيس ان هو بيكون جوا كل الاه كل الفريكونس او بماب كل الالتشينجز او الالتشينجز اللي حصلت في الصورة سواء كان على سميش ديستنس او طيب مبدئيا انا لما جا اقول السيجنال بتحتي السيجنال بتساوي مسلا كوزاين سيتا وان زائد سين سيتا وان يعني عبارة عن مجموع سين وكوزاين ممكن اقول ان هي عبارة عن سان وكوزاين سيتا وان ممكن اقول ان هي برضو سميشن ليه كوزاين سيتا تو زائد سين سيتا يعني يعني عبارة يعني عبارة عن كوزاين وكوزاين وكوزاين ويف طيب هل المفروض بقى ان اقول السيجنال بتاحت دي بتساوي كوزاين زائد ساين كوزاين مش عارب ممكن اقول اتو زابور ج سيتا وان زائد اتو زابور ج سيتا تو يعني مجرد بس البازنتشان تاني ان انا اقلل بس الممار في ترمس كمام وهكذا ده بيسمي الاول الفورمولة ان انا اقدر البازنتشان وكوزاين على هي اكس وننشل وطبعا الج ده يعني لما باجي ربزنت السامبلز اللي موجودة في الاسباشال دومين مبقدرش ان انا اعملها ربزنتشان على انها سان وكوزاين يعني بشكل واضح فبضطر ان انا استعين بكمبلكس نمبر والكمبلكس نمبر ده هو الج ورن الج بيساوي طبعا روت لسالب 1 طيب ف الفريكوانسي دومين هو ديمانشنال 2D 2D أو 1D برضا عادي يعني حسن انت اللي بتحولوا اي سيجنال ولا ولا امج هو ديمانشنال 1D أو 2D ديمانشنال الامج الاصلية بيكون جواة عبارة عن من وطبعا الاسان وكوزاين دول ممكن نعمل لهم ايه على هيئة اكسي فايل يعني لو انت معاك امج اقدر اطبق الفريل ترانسفورما عشان تطع للسيجنال في دومين ويكون تظهر لحاجة زي كده وممكن اعمل وترجع للسيجنال الامج زي ما كان في الاصل عادي فده طبعا فتشر قوية في ان اقدر ارجع الالسيجنال الاصلية من غير اي لصف الانفورميشن تمام الفريل ترانسفورما ايه هي الكيس اللي انا ممكن اتعامل معها ممكن اتعامل مع ممكن اتعامل مع امج تمام لو انت عملت مع سيجنال ممكن انا عندي اربع حالات عامة يعني عندي وان ديميشن كونتينوى كيس او ديميشن سيجنال كيس دي اللي هي السيجنال اشارات الصوت اشارات القلب اي حاجة بس ما تكون ش تسجلت عالكمبيوتر بتتعامل معها كده عادي في الورق او القلم يعني طبعا الطبيعي بتاع الاشارات المخ او اشارات القلب او الحاجات دي بنسميها لنهائية لكن لما تيجي الاشارات الصوت تتخزينها بكمبيوتر فلازم بتعمل لها ديشيطاليزيشن فتبقى عارف اولها من اخرها وعارف لها قيم معين تبقى رقمية يعني فبقدرت يبقى هاش في الكمبيوتر فهم عملت ديشيطاليزيشن وبالتالي البيكسل اللي عندي كتير مش الدنيا عندي مفتوحة لان انا بس بكتب على وراء والقلب لكن لو هبدأ ان انا اخزينها على الكمبيوتر هبتالي طبعا نعمل لها ديشيطاليزيشن وبالتالي هتبقى ديشيطاليزيشن وبقى عارفة ان انا لها بداية لها نهاية فقدر ان انا جمحها بالزبط يعني فدي اللي هو الاربع حالات من free transform ان انا ممكن اشتغل على continuous signal discrete signal continuous image او discrete image خير الحالة الاولانية خيرنا بس الحالة التانية اش الحالة التانية بقى مفهومة اكتر لو انت عندك one day discrete signal case ان انت لو عايز لو عندي مثلا signal بمواندر ده فيها اربع elements طبعا اربع او خمسة عادي دي الف اكس تمام عايز تجيب بتاعها تمام الكلام فهو بنتبقه ازاي او بيجيبه ازاي مبدئيا لأي حاجة يعني لازم يكون نفس بتاعها سواء كان فده لو دي اربع فده اربع فلو انت عايز تجيب فتلاقي بتاعتك بكام من 012 غير م ماينسوان اللي هو النمبر في سامبلز مينسوان فتاخد 012 ثلاثة تزبلنا هنا 012 ثلاثة تمام لان عايز سامبلز اربع لي اما ماينسوان الام اربع يبقى عندي اما ماينسوان ثلاثة ثلاثة فهتلاقي اليو بتاخد نفس الانساس بتاع الاكس وهتجي برضي اسمها يو 012 لغاية الثلاثة لو انت عايز تجيب السامبل ده بس فالص ده بس محتاج تستعين بكل السامبل زي اللي موجودين في ال fx ودي الحاجة اللي احنا قلنا عليها local كنت احنا قلنا ال operation على ال image ممكن تبقى point بحيث ان النقطة النقطة تستخدمها علشان تجيب new pixel value الجديدة نسميها point enhancement لو بتاخد region معينة لو بتاخد region معينة علشان تجيب new pixel فانت كده بتشتغل على حاجة اسمها local local enhancement بتصدم region ده كلها عشان تجيب only one pixel value لكن لو بتصدم image كلها علشان تجيب only one pixel في ال image الجديدة فانت كده global enhancement ده اللي هو frequency to me بتصدم image كلها علشان تبدأ تجيب حاجة only one pixel فهنا اللي بيحصل لو انت عايز تجيب ال f x اللي عندك كلها وكل واحد فيهم اضراب فاكتور معين ito minus j by u x على m ده بترن كده بتدرك في كل sample عشان نقدر احول signal اللي عندي من special domain من real و major report او من real و complex numbers فطبعا هيظهر مثال بعد شوية ودينا خطوات بس هم حاجة نعرف ان انا عشان ايه بقول one pixel value او only one new free transform محتاج اعمل sumber ل الحاجات التانية وطبعا sumber لكل الحاجات الموجودة في f x وطبعا لو عايز تجيب الحاجات تانية بتفضر تعمل sumber لكل الحاجات التانية بس الاختلاف بس ان انت كل شوية مختلف مختلف بيعتمد على u بيعتمد على ال x تمام وان u بتاخد نفس القيام اللي بتاخد ال x من 0 غاية m minus 1 و x من 0 غاية m minus 1 طيب لو عايزين ناخد مثال برضو يوضح الدنيا اللي هي في one d script case عندك signal زي كده number of samples اللي فيها 4 وانت عايز تجيب f u أو transform لل signal الاصلي طبعا محتاج تحسب المعادلة دي لكل قيم u اللي هي من 0 1 3 غاية m minus 1 اللي هي 0 اللي عند الام كامل دلوقتي باربعة بعان 0 1 2 3 لان m وعن شوان فبعندك اربع قيم جداد 0 1 2 3 فعندك اربع قيم جداد لل f view طيب عايز كيف بس f 0 كده فنقول 1 على m اللي هي 1 على 4 في افتح كوس وقفله اللي هو كل يعني مضروبه في كل الترم ده كنت فنعمل بس كوس كده من الاول وده ايه كوس من اخر الحاجات اللي جوا حاجات مجموعة على بعضها ايه الحاجات المجموعة على بعدها 2 pie u x على m اولا هتبقى عندك F of zero F of one F of two F of three تجمع كل السامبلز دي كلها وكل واحدة من دراول فاك في دراف ده في يتوزبار ماينس جي باي Ux over M وهنا Ux over M وهنا Ux over M وهكذا في السامبل دي كده انت عايز تكيبه الف من الف zero يعني اليوب كام بزير فهتخلي اليوب بزير وانت في الاستيب الأول نية دي ايه الX كاب بزير فهتحط برضو الX كاب بزير هتيجي هنا طبعا لما تجيب F of zero فكل اليوب اللي هنا وهنا 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 تحطاها بزيرو خلاص فتعاندك ايد zero ودي zero ودي zero ودي zero تمام في الاستيب الأول نية عندك الX بزيرو الX بواحد الX باثنين الX بثلاثة بتعاندك هنا zero واحد اثنين ثلاثة فلما تجي تختصر بس الحاجات دي هتلاقي ان انت عندك ايتو زبار زيرو هنا وهنا ايتو زبار زيرو وانا ايلتو زبار زيرو وانطلع زبار زيرو لانت عندك الزيرو مضروبة فكما جدتو زبار زيروbauهوا واحدتو همسيين فواحدتو زبار زيرو 5 prett10 21 الاور Gonzalez 5PWLแล vycalون 3 وحاجة دي امتهات Lex 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 مبدئيان اليو عندينه بواحد بحوتي هنا مكان اليو واحد ومكان اليو هنا واحد مكان اليو هنا واحد يجي في الترمده هخلي بزيرو والاكس ينا بواحد والx هنا بالثنين والx هنا بالثلاث بيبقى عندي واحد في صفر هنا واحد في واحد واحد في assassinين واحد في ثلاثة لما تي جت هنا هتبقى دي اسمه لان انت عندك زيرو فا可以 بالثفاء والثيل الترمد ده واحد في واحد بواحد في اتنين بالثنين من على الربعة فالثنين يبقى B في زبار minus J B على الاثنين زبار minus J B على الاثنين هتيجى عند الترمد ده معاك اثنين في واحد في اثنين بالربعة على البعة على الاربعة في الواحد يبقى ايتو زبار مينس جي بالتزبار مينس جي بالتزبار مينس جي بالتزبار مينس جي بالتزبار مينس جي زائد 1 ج simplemente مفهروض نحساب ب이가 كوزين بايا على اثنين زائد ج سين بايا على اثنين بي كام Tamma هنا فيه جدول اي لكل讓ها التي انتم طبعا علي 2 بايا وتابيعا علي 2 بايا الاااااار بايا على اثنين بايا وبايا بسلب واحد وتابعا علي 2 بسلب ج واكذا طبعا هو هنا عوض يعني بيتو زبار ماينس جي باي على اثنين شافها مثلا بجي ودي شافها بكام انا مش فكرة بس ايه يعني هيعوض بس فيه في الرو وفي الاخر هيجيب الف وحدة طبعا هيكس على ذلك ان هو هيجيب الف واثنين وف وثلاثة هي دي الفكرة ان انت لو عايز تجيب الفريد ترانسفورم الاسي طيب انا مسال تاني طبعا لو عايز تجيب الف وعايز تجيب الف ويو اللي هم اربع سامبل تانيين غير دول هتوعب تعمل برضو بس هتلاحظ في المسال اول ومسال التاني ان الف وفي زيرو دايما ما لها عبارة عن السامبشل لكل السامبل زي لان دايما بضرب في ايتو زبار زيرو فهيبقى عن معاك هنا واحد واثنين واربعة اربعة واربعة تمانية تمانية واثنين عشر عشر ودي حداشر فهيديك ايه حداشر هتيجي هنا هو مفروض ان الف وفي زيرو بتساوي المين بتاع السامبلز يعني مثلا انا جيت هنا سوري واحد على ام يجمعهم كده هيديك مية مثلا خمسين وعشرة ستين ستين وثلاثين تسعين وعشرة مية مية على الاربعة فيها 25 فالف وفي زيرو دايما بتساوي المين هنا المفروض المعادي تتجرف واحد على ام طيب فهو دي رول عامة يعني الف الاولانية اللي احنا بنجيبها بتكون هي بتساوي المين بتاع السامبلز اللي عنتي ما بيكونش فيها اي اكمل اكس مامبا ودي فوتر يعني معروفة طيب طبعا لو عايز تجيب الـ لو عايز يجيب الف واولان ماشي بعد ما يفوت اللي يضرب ويجمع تلاعه هنا اي ايتو زور واحد ماينس اتنين جي ناقص اربعة ناقص اربعة جي ناقص وزايد يبقى زايد اتنين جي ودي ناقص تلاتة يبقى ايه ففوان بتساوي نقص ثلاثة زائد اثنين تنشيه تمام تمام بتتكون من ريال و امجنر بارت او ريال و كومبليكس نمبر بس يعني تمام هو تكوين الكمبليكس تكوين الفريقونس دومين كده عادي انه ممكن انت عندك ايه ريال و امجنر بعد كده يعني ما ندخل في التفاصيل هللي احنا ممكن ناخد الريال بارت بس هو اللي نشتغل عليه و الامجنر ده بيفيدنا في معلومة تاني اه دي بس معلومات كده اه 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 رولزي يعني طيب هنا بأي بقولك لو انت عايز تجيب الفيفي زيارة لبقى الفي الصغيرة لو عايز كنت خلصت هنا كنت جبت عندك واحد اتنين اربعة اربعة جبت الفيولي وكل القيم دي كلها جبتها خلاص الفيول بان انت عايز تعمل الانفرز اوبريشن عايزي نعمل الانفرز اوبريشن والمفروض الانفرز يطلع علي عند الفيو في اكس جده ايه واحد تمام يعني انا مثلا دي عندي الـfx رسمت هنا عملت الـ الـ 4 values لتدعي علي ايه الـf of u. تعالي هنا مثلا عشرة هنا عشرين زائد j اي حاجة يعني. انا بس نكتب عشرين بس دلوقتي عشرين ثلاثين أربعين ماشي. انا دلوقتي لو معي الـf of u لو عايز اعمل الـ inverse operation عشان اجيب الـfx المفروض يطلع لي بواحد. تمام خلينا كده نجربها نشوف ممكن يدينا واحد ازاي. هو هنا ادينا واحد هوا عمل ايه قالك انت بتجيب الـf of u. انا اديكوا بس الـ rule عشان هو هنا ماشي بالـ rule بمرتين. هنا هو عشان تجيب الـ discrete signal case فيه الـ free transform واحد على ام. عايز الـ inverse ما تضربش في واحد يعني هنا تقسم على واحد على ام هنا ما تقسمش. وطبعا ممكن تعمل العكس موك ما تقسمش هنا وممكن تقسم ايه هنا. تمام يعني متقسم مرة واحدة اما في الـ free transform اما في الـ inverse او في الـ الـ inverse ومش في الايه كده. فلو انت اسمت هنا ما تجيب في نفس المسألة ما تقسمش هنا. لو ما اسمتش هنا يبقى لازم تقسم هنا. ففي المثال الاولاني هو هنا اسم على واحد على الـ 4. تمام لو المسألة دي كانت تتحلب ان هو عايز يجيب الـ inverse يبقى الـ inverse مش هيسم على واحد على الـ 4. المسألة التانية اللي هي دي. هي ما اسمش ماشي وبعدين يجي هنا عشان يجيب الـ inverse راح اسم. اوكي عشان يرجع لنفس الحاجة. لو انت عايز تجيب الـ f بزيرو فبواحد على الـ 4. يبقى الـ summaation لـ term. الترم ده بيكون بدل ما هو minus بيقى plus. تمام؟ وما ان الدنيا هنا 0 في الجزء الدنيا قده كلها بيبقى بزيرو لان الـ x كان بزيرو. فقيته الزباور 0 بواحد. هيبقى انت بتعمل summaation لـ f of u. هتعمل summaation ليهم كلهم هيطلع لك بحاجة زي كده. ضربها في الربع هيطلع لك بواحد. يبقى الـ free transfer ما يلو قادر ارجع لي الحاجة الاصلية. طيب. طبعا احنا كنا قلنا الحالة الثانية مكناش الحالة الأولينية. الحالة الأولينية سبتها بس عشان هي يعني يعني more generalized عن الحالة الثانية. هنا لو انا كان عندي samples discrete يعني حاجات finite اقدر ان انا عدها. فوقت بعمل summaation يعني اقدر عد. لكن لو الدنيا عندك continuous وانت مشافي بدايما النهاية ومش عارف summaation بالظبط ايه فبتعمل integration يعني ايه تقريبا كده الـ area under the curve او اللي هو المحيط الشكل. بدل ما يعني مش عارف تعمل 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 بتعمل integration تمام. والانتجريشن بيكون generalized formulae summaation. فعايز تجيب الـ continuous signal case بتعمل integration نفس رول عادي فx e to the bar minus j to by ux. ولو عايز الـ inverse بتعمل integration برضه فx e to the bar مش عارفة. خلاص نفس الحاجة بس دي بلاص. نجي الحالة الثالثة اللي هي 2D. طبعا لو مدخلين 2D continuous خلنا بس في الـ description برضه. 2D continuous 2D discrete بتعمل summaation على الـ x والy. انت اصلا يكون عندك image يعني الاصلي كان الـ 1D discrete عندك حاجة زي كده بس. تمام؟ الـ 2D عندك حاجة كده فيه rows وفيه columns. ماشي؟ وانت هتبقى عندك حاجة زي كده. طبعا الـ free transform بتاعك هيبقى نفس width ونفس height. لما كنا قلنا من صفل M minus 1. في الـ input والـ output M minus 1. ده برضه لو انت عندك ده N. وده M ده هيبقى الطول بتاعها برضه N. والـ height بتاعها M برضه. تمام؟ ده شكل لو ده الـ special. او سميها F X الصغيرة. تمام؟ ودي F الكبيرة of U. تمام؟ طيب لو عايز تعمل حاجة زي كده فانت لازم تعمل summation على الـ X و summation على الـ Y. طبعا تعمل ايه الـ summation بتاعك تبقى 2 summation. خلاص؟ فعندك X وعندك 1. والمعادلة هتبقى h bar minus j 2 by U X على M زائد U U Y على الـ N. اوكي؟ ما نترب بره هنترب واحد على ايه؟ على M N. ومفروض ده من الكورس ده يعني يتاخد بعمقه اكتر في كورس signal processing. digital signal processing تبقى 1 أو 2. طيب. لو عايز تعمل الـ inverse بتعمل summation هنا طبعا لو أسمنا مش هنقسم هنا. ودي تبقى plus هتبقى minus. اوكي؟ دي minus ودي هتبقى plus. طيب. نفس اللي احنا عملنا ده مفروض نعمله في حلة L continuous. بس هنعمل طبعا ايه؟ integration على الـ X والـ 1. اوكي؟ اوكي؟ هيبقى الـ integration وعندك فاتبقى الـ X إفزارة من السجاب منس جهي. Ux بلس UV. Ux بلس. أه، صوري عندك.. عندك UV فاتبقى Ux بلس Vy. Dx, Dy. نعم؟ وانا اقولك الـ 2d case extension في الـ 1D concept. وانجنرال يعني الـ 2d case بصورا في الإمج جهي بروسسسنك. هاي. لو ده مثال، ده مثال على الـ 2d case ده انا عند الماتريكس دي كلها. وعايز اجيب الف و فيو زير و زيرو مثلا. مابداي الان الروide transform لسيغنال لازم بيكون نفس الواتس والهيت بتوحها. وانا ما عايز اجيب السامبل دي كلها فانا بجيب الف و زيرو و زيرو. تمام؟. وعند الام هنا بثلاثة والن باثنين. عندي واحد اثنين ثلاثة ده الام واحد اثنين ده الان. عندي ده الان وده الام. طبعا يعني مش نختلف يعني ماشي. فدي الام ودي الام. طيب. مبدأي ان انا بقسم واحد على ام ان يعني واحد على الستة. اوكي. يعني انا عايز اجيب الف في زير. بقول واحد على الستة اما اضروبه في حاجات كتير. بتحقوس وقفل. اوكي. هجمع اي هجمع حاجات كتير بقى. هجمع ده وده 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 وده. بس كل تير ما انا بيجيبه بضروبه في فاكتوري. عندي خمسة. هنا عندي خمسة اضربه في حاجة. العشرة اضربه في حاجة. عشين اضربه في حاجة. والخمسة وهكذا غطل ايه الخمسة الاخيرة دي. ضربه في حاجة. يبقى الحاجات اللي انا بضرب فيها. بعندي اسمها F00F01 اللي هي الخمسة والحاجات دي. طيب. بضرب الاول تيرون بضربه في ايه? باور مينس جي. طبعا رول يعني. كنتو باور مينس جي تو باي. في يو اكس على الان زائد آآ في واي على الان. آآ لما يكون هنا الدنيا زيرو زيرو يعني بيو بزيرو والفي بزيرو. يبقى عندك الآآ هنا هيبقى زيرو اكس على الثلاثة زائد الآآ الزيرو وي على الليبني. زائد. آآ هتبدأ بقى في الحاجة التانية دي. هو متى في كل التيرمس دي كلها اليو والفي بزيرو. اليو بزيرو والفي زيرو. فانت كل ما يقابلك يو وفي حطهم ايه؟ بزيرو. فيبقى عندك زيرو دربها في الاكس. ويو دربها في الوا. زيرو 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 دربها في الوا هتلاقي هنا وان اوكي اتجمع وتضرب وجعل فاطلع لك نفس الرقم اطلع لك قصد الميم بتاع السامل زي انت عندك كل وضروف في تصدفة طبعا لان ده اول اول تيرم اول تيرم ده ما بيكون الميم بتاع كل الحاجات دي فخمسة عشر عشرين عشرين تلاتين اربعين خمسين ستين ستين على ستة فعل عشرة فدي الف بزولة طلع على عشرة طيب طبعا نقص على زيك لو عايز تجرب في السامل الثاني طبعا ده مثال تاني بس هو مفترض ان هو مش يستخدم الاي فطبعا لو هيشيل ايه هيحط مين هيحطه كوزين زائد الجي صحي فى الانتا بجيب الرانسفور ببقى كوزين مينس جي صاين hacer لان لو بجيب الامرس بقى كوزين زائد جي صاين ااااا طيب لو انا عندي ماتريكس زي كده وعايز يجيب ال DFT بتاعها اما عندي 2D فالN عندي باثنين والM باثنين فانا عايزة املي الفاليوز دي كلها عايزة جيب ال F of U B ورن ال U هنا بزيرو زيرو وهنا بزيرو وان هنا وان بزيرو وان وزيرو هنا وان وان دي ال M ال N دي ال M ورن ال M باثنين و ال N باثنين اطعب بقى في المعادلة عادة خلص بس كل ما يقابلك حاجة انت مش عارف تحلها تجيبها من الجدول ده لو عايز تجيب ال Sine of 0 بالزيرو Sine of 0 لو كانت الألفة عندك أو سيتة عندك بنص مش عارفة جزر الثلاثة على اثنين لو فيه بستين طبعا باستخدام فيه برضو دولز كتيرة موجودة هنا عشان بس ما نعودش نحسبها بنفسينا يعني اللي هي دي اللي هي لو انت معك جي لو فيه جي في الموضوع فيبقى مرة بواحد هنا بمينس وان هنا بمينس جي طبعا دي اللي بقيم اللي هي من سفر تسعين مية وتمانين متين وسبعين بس يعني مش سفر تدين ستين يعني هي قدر يجيبهم بسرعة طبعا النوع بقنا نعوض هنعوض نعوض بالزيرو والزيرو والوان يعني يعني تفول لو عايز تجيب اليفو زيرو زيرو فأنت عندك اليول بي بزيرو تحط زيرو الرول هنا يو اكس على ام زائد في اكس على ام على اين فدي هتحطها بزيرو دي بزيرو وهتجي هنا يو اكس على ام في اكس على في واي على ام دي بزيرو دي بزيرو وهكذا طبعا هي المسألة يبني ان هي كذا بس هي كلها تعويض وفي الاخر هتطلع يعني هتطلع الفو في زيرو زيرو طلحها باثنين الفو في زيرو وان طلحها بسالب نص وهكذا وان وزيرو طلحها بسالب نص وان وان طلحها بزيرو اوكي طيب واحدة من اهم الحاجات المفيدة في الـ Free Transform هي الخاصائص بتاعته يعني انا يعني انا دوقتي مش اكس برد في الـ Free Transform فذا لما جي عندي سيجنال في الامج في الـ Special Domain عايزة احاول يعني اطبق الـ Equation لها فيطلع لي شكل الشكل ده هل عايز ترجمه عايز افهمه فهو في بعض الحاجات كده معينة بتساعد ان انا ادر افهم الشكل يعني فبدأ انت لو بكون عندك شكل بالمنظر ده فالشكل ده فيه لين هنا هوريزونتل و لين هوريزونتل و لين هنا و لين هنا يعني لين فوق و لين تحت طبعا لو مفرد انت مشيت كده وبعدين كده وبعدين كده فانت معاك واحد في الاتجاه ده واحد في الاتجاه ده فواحد في الاتجاه ده هيرمز له كده لما ده يبقى هوريزونتل ده بيكون نيجي كده فهتلاقي ده برضو هتيجي هنا هتلاقي فيه خط في الاتجاه ده و خط في الاتجاه ده هما الاتنين نفس الوريزونتل بس في واحد يمين واحد شميل أو يعني هنا بنتبه لواحد فوق واحد تحت أو واحد كده 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 تمام يعني كأن اللين ده كده وبدلت تمشي كده لغاية لما اللين ده بقى في الاتجاه ده دلوقتي عندك two lines اه بس كل واحد في انفتجاه مختلفة تبقى معاك كده و كده هي دي بس يعني تفسير معين او بشكل معين للامج في ال special domain طيب دي ده هو ال square يعني ده كده كان مستطيل لو انت عملت كده برضه تبقى هنا زي ما شفت كده الويتس ده اكبر من الويتس ده نتيجة ان الطول ده مختلف عن الطول ده طيب ده هيديك برضه نفس يعني ده طبعا مربع فعندك طول زي العرض فهيديك ال line ده سمكه نفس سمك ال line ده ال line ده كله نفس سمك ال line ده طبعا السيركل بتبقى على هيئة ريبلز لان هو يعني مش عارف يعني حاجة بتتكرر فهو مش عارف يديك حاجات معينة فده ال free ترانسفورم للسيركل طبعا ايس على ذلك الايه ال triangle ال triangle انت عندك line في الاتجاه ده فلازم تلاقي line في الاتجاه ده line في الاتجاه ده فتلاقي line في الاتجاه ده يعني هو عكس الاتجاه اللي انت بتشوفه في ال special ده ميل مثلا كده فهتلاقي ده جاي كده تلاقي مثلا ده جاي كده ده هتلاقي فه 3 خط 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 وبيتكرروا بشكل معين الخاصية التانية اللي احنا شفناها ان طبعا ال F of 0 دايما بتبقى ايه هي large component of the image وهي بتبقى المين value بتاع البيكسل فبعد الاحيان انا سعاد بيبقى عندي ده الامج عادي فالس فبقى عايز اجيب لها ال frequency domain بلاقيها بالمنظر ده فبعد الاحيان انا مش عارفة ترجم اوه فبطر ان انا اعمل zoom in للصورة فبعمل اللوج لما بعمل F of UV اللي جات ليه باخد اللوج لها فبعمل بعمل بلاس وان تديني الامج ايه بس كنا عملت لها zoom in فقدر ان انا ايه اشوفها بشكل اوضح طبعا يعني بلاس وان عشان اللوج للزيرو اندفين فبعمل بلاس وان تحسبا يعني لو F of UV يعني من ضمن الحاجات التانية ان انت لو عملت روتيشل للوبجيكت الا يحصل يعني خلنا كده احسن هنا الوبجيكت ده مثلا ال frequency domain بتاعه لو الوبجيكت ده حصل له translation مش هيحصل في اي effect لان انا اصلا ال frequency domain بيبقى لوتوكم وراتي حاجة اسمها الفيس وحاجة اسمها magnitude يعني كل واحد فين بيبقى مهتم بالبوزيشل وحد فين بيبقى مهتم بالvalue فلو انا بقى برسم الحاجة الليه علاقة بالvalue مش البوزيشن فانا مش هيفرق معي لان الخط ده تنقل هنا ولا هنا ولكن الalu Hea فرق معي وهيزهر عن دينة تماما اا الências نفس ه ماتغير شي لكن الروتيشن حصل في حصل الوبشيكت حصل في روتيشن خ فيها characteristic بتبقى يعنى زي بتقرى الوبشيكت بتبقى لو معك الاء وده يبقى ده يعرف ان ده الوبشيكت روتيت ممكن تعرف كمان روتيت ده يمين ولا شمين طيب اسكيلد لو الخط ده السمك بتاعه صغر هتلاقي السمك بتاع ده كبر والعكس لو بدأ يكبر شوية ده هيصغر شوي هي انتربرتيشن اللي هو من الاسباريينس يعني نحن نبدأ نشوف ده اللي بيحصل لما بجي غير الوبشيك اللي قدام طيب هو هنا بيقولك ان شايف النقط اللي موجودة دي النقط اللي هي الانترسكشن بتوين اللي عندك لين كده اللي هو اللين ده مش عارف ان ساميه رزونتو رفلتك لبستمايل وفي هنا لين ايه عادي تقاطع النقط دي تقاطع الخطوط دي على هيئة نقط بيجيلي على هيئة نقط هين الفريقونسي دومين طيب فالأجيس انزا اونزا ايمج ابيز اس بوينت سيرس اس بوينت اعبارة عن مجموعة من النقط يعني موجودة في فريقونسي دومين طيب واحدة من اهم الحاجات في الكاركتراستيك بتاع فريط ترانسفورم هو ان انا بشيفت الاروجين يعني لو حابت ترسم الصورة دي هتلع لي حاجة زي كده طيب هيحصل ايه لو جبت انت النقطة بيه هنا نقطة دي هنا نقطة دي هنا نقطة دي هنا يعني انقلت كل النقطة للنص هيجيلي حاجة زي كده فالشكل ده كان بيه احسن من الشكل ده يعني كلهم يتحدوا مع بعض عشان انت تعرف تشوف الصورة احسن فلو انت عملت شفت للاروجين او شفت للفريقونس دومين الاف فيو او بي عملت لها شفت للنص انها تيجي كلهم في النص او يبدأون للنص ده ساعات بيساعدنا في التحليل بشكل احسن فانجينرل يعني لما تيجي تعمل ايمج انهانسيمنت يفضل ان انت تعمل الصورة الاول شفت للاروجين وبعدين تبدأ تطبق الدي اف تي وبعدين تبدأ تعمل فلترين زي ما انت عايز فلازم اشتغل على من الصورة انها تشفت للزيور يعني الصورة دي بشفتها للزيور او بشفت الترانسفور متاع للزيور ورد عادي تمام؟ طيب ده اللي هو انه بيحصل يعني انت عندك الزيرو هنا بدأ من الزيرو زيرو بتاخد الزيرو ده وتخليه في النص بيبقى عند الامة على الاثنين والامة ايه والانة على الاثنين بيحصل كده ازاي ان انت الف اكس عندك بيدربها في مينس وانتو زي باور اكس بلاس اه واي هحول ان اشوف مثال من الاول الاخر يبين الحتة دي بس هو الفكرة انت عندك الف اكس عايز اجيب النسخة الحديثة منها متشفتة اخلي كل الف اكس ضربها في مينس وانتو زي باور اكس بلاس وايه هيديك الاكس متشفتة اوكي يبقى دي لما يتضرب دي يديك الاكس اللي هي بتساوي اليو ماينس اما على الاثنين في والفي ماينس انا على الاثنين يعني الف اكس اللي عملت لها في روية ترانسفور ما يديك الف يو بي لو الف اكس ضربتها في ماينس وان هيديك الف يو بس برضو متشفتة لليه من النص من ضمن الحاجات المشهورة في الفريقونس دومين حاجة اسمها ماجنتيود وحاجة اسمها فيز انت لو عندك اف اكس وجبت لها الف يو والاف اكس كانت واحدين اربعة المسال اللي احنا كنا منحله وكان الحل بتاعه ان هي احداشر ماينس ثلاثة زي اتنين جي ماينس وان وماينس ثلاثة زي اتنين جي اللي بيحصل ان انت يفضل يعني في التعام مع فريقونس دومين انت تاخد الريال بارت الواحده او الكمملكس نمبر الواحده بحيز تاخد الحداشرة تحطها هنا سالة ثلاثة سالة ثلاثة سالة ثلاثة пожалуйста تحطها در الريال ايه بارت تجي ان اليمجنري بزيرو ما فيوش اما جاني في زيرو نا اليمجنري باثنين هنا بزيرو هنا بسالة باثنين زيرو اتنين زيرو سالة باثنين تال المجنري معلومية اليمجنري معلومية الريال نمبر اقدر اجيب حاجة اسماها ماجنتيود دي معلومة يعني بيبقى يبقى الهدف منها ان الوبجيكت موجود ولا لا ويقول لي الوبجيكت موجود لم يتغيير ولا لا في بعض الحين أو في التعاملين عمتاً بتعامل مع المبريتود مش مع الفيس يعني الوبجيكت موجود ولا لا تمام اما عم فيه فرق بين اللوكيشن والروتيشن يعني الوبجيكت موجود هنا أو هنا وزا سيم بيكسل وزا سيم لحدثيات عادة لكن الروتيشن انه هو حصله روتيتد فطبعا كده اعتبر الفيز تغير طيب فعشان اجيب الفيز والامبراتيود بتجاب بدلالة الريال والامراتيود ففي بعض انه انت طيب عايز اتتمى بالمجنيتوب بس عايز تعمل في الوبشيكت الموجود اصلا ولا ولاكش داعه بقى هو رويتود ولا لا بتتعامل مع المجنيتود بتقوله انا عايز اجيب الموديلس بتاع الفيو ده الاكسيبريشن للمجنيتود بتاعه بعبارة عن الريال سكوير زائد الامجنري سكوير كل ده الرول بتاعه او اللي هو قصة 2 و الفيز بعبارة عن تان انفرس الامجنري اوف اليو على الريال اوفيو تمام؟ دي كانت بعض الكارتريستيك للفريو ترانسفورم وفكرته ويعني البيزيك ترمنولوجز اللي ممكن استخدمها في الفريو ترانسفورم وفريو دي نتيجة فيه بس فرنش الماسماتيشان اسمه فريو اصلا وهو عمل فريو سيرز وفريو ترانسفورم فريو فريو سيرز للتعامل مع بريو ديك سيجنال وفريو ترانسفورم للتعامل مع النون بريو ديك سيجنال والبيزيك ايدي بتاعته ان اقدر عبر عبر عن اي سيجنال ان هي تبقى من سيان وكزايا وده بروف دي يعني هو اصابت في الاخر الحاجات دي كلها وكاركتريستيك دي كلها تمام؟ دي كانت المحاضرة دي وكانت مقدمة علي الا الانهانسمت في الفريو وانش دوميج ان شاء الله نتقابل في المحاضرة الجاية هنتكلم عن الفيلترز اللي هي يستخدمها عشان نعمل انهانسمت في الفريو وانش دوميج شكرا